أرحب بكم من جديد في قصة اليوم قالت صحيفة تايمز البريطانية إن زعماء المافيا الإيطالية الذين كانوا يديرون أنشطتهم الإجرامية في الخفاء أصبحوا شيئاً من الماضي بعد أن بدأ جيل جديد من رجالها في التحدث مع بعضهم ومع العالم على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك إذ نجح موقع التواصل الاجتماعي تيك توك في اجتذاب زعماء مافيا نابولي الذين يستخدمونه للتباهي بحياتهم حياة الرفاهية التي يعيشونها والإعلان عن عمليات انتقام قاتلة وإذن تشكيل تحالفات تظهر مقاطع فيديو رجال العصابات وهم يتجرعون الشامبانيا بغذة الثمن من الزجاجات أو يستعرضون ساعاتهم الثمينة أو يحتفلون في منتجعات العطلات الفاخرة ويتناولون الطعام في المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان صحيفة تايمز البريطانية نقلت عن مارشيلو رافي دوتو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة ساليرنو والخبير في اتصالات المافيا أنه لأول مرة وجد رجال المافيا طريقة مباشرة للتحدث عن حياتهم وأضاف أن مافيا كامورا مثلاً واحدة من عائلات المافيا الإيطالية الأشهر في الثقافة العالمية تظم أصغر أعضاء المافيا الإيطالية سناً وهم يحبون تيك توك لأنه سريع جداً وقيوده أقل من المواقع الأخرى إذن نتحدث عن تغير كامل في سياسة المافيا ونهج المافيا السقلية التي اعتادت كتابة رسائل مشفرة على ورق مطوي لنقلها إلى الزعماء الهاربين في المخابئ وأصبحت اليوم تستخدم تيك توك أيضاً لتوجيه التهديدات لسيما عصابة كامورا هذا الشهر بعد مقتل رجل مرتبط بأعضاء في عصابة كاريو بيرفيتو ربما قتلوا على يد خصومها ما يعرف بالمافيا كالوني مارسيكانو كما يبدو أن إحدى رسائل تيك توك التي كتبتها عصابة كاريو بيرفيتو قد حدثت أسماء القتل المزعومين وحذرت الشرطة بالقول سنمهلكم أسبوعاً لاعتقالهم وإلا فسنفتح أبواب الجحيم عليهم هذه العصابات تسير بحسب المقال على نهج عصابات المخدرات المكسيكية الذين يحبون استخدام تيك توك وتستخدمه أيضاً عصابات الغجر في روما وبتالي نحن اليوم أمام تغير جديد في سياسات المافيا وعلى الرغم من أن الغرض من منصات التواصل الاجتماعي كان سرعة دمج وتواصل الناس فيما بينهم إلكترونياً إلا أن بعض موادها أضحت مؤخراً تمثل تهديداً بسبب سوء استخدامها من خلال بث الكراهية وأيضاً العنف وهنا تبرز مشاهدين أهمية تعزيز الاستراتيجيات لمكافحة التطرف وأيضاً العنف الإلكترونيين على مستوى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكانت هذه قصة هذا الصباح التي أخذناها من صحيفة The Times حول موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وعلاقته بالمافيا الإيطالية والجيل الجديد من المافيا الإيطالية طبعاً جولتنا في الصحافة المتواصلة نلقاكم على هذا المتواصل